اشتركوا في القناة الخير والمسارات سيكوى لغمضان ستفت رولوجيوز كي ياليو شاك عين اتريز امبورتان بور المسلمون ووولي ميولا كنتر وواصي لزنفورماشيون اسسنسيال اغتنير ما هو رمضان هذا العيد الديني الذي يقام كل عام مهم جدا لنا نحن المسلمين هل تريدو ان تعرفو بشكل افضل هذه المعلومات الاساسية التي يجب تذكرها ومعرفتها le ramadan est une fête religieuse très importante dans la vie des musulmans elle célèbre le moment où الله a révélé le coran les textes sacrés de la religion islamique au prophète Mohamed cette révélation a eu lieu pendant le mois sacré du ramadan pour le célébrer le jeûne a été instauré pendant ce mois sacré la deuxième année du calendrier musulman soit en 624 de l'année chitienne par jour le monde si on possède de l'argent qui n'est pas utilisé on doit en reverser une partie au plus démine le ramadan et le pilgénage à la mèque ramadan ركن من أركان الإسلام الخمس وهذا يعني المبادئ الأساسية الخمسة الرئيسية التي يقوم عليها ديننا الحنير دين الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ثم الصلاة ثم الزكات ثم الصوم ثم الحج إلى مكة لمن استطاع إليه سبيلا Le ramadan c'est quoi exactement? Le ramadan a lieu le 9ème mois du calendrier musulman qui compte environ 354 jours Ce 9ème mois avance de 10 jours Chaque année et comme ça la date du ramadan change-t-elle chaque année Le calendrier musulman le calendrier égir est un calendrier lunaire qui suit le rythme de la lune Pour définir le début du ramadan la tradition se fonde sur l'observation de la lune La pratique du jeûne Pendant le ramadan tous les musulmans ont l'obligation de jeûner du lever au coucher du soleil dès la puberté C'est une manière pour les croyants de se surpasser de comprendre que la vie n'est pas faite que de facilité Seules les personnes fragiles âgées ou atteintes de certaines maladies et les femmes enceintes peuvent se soustraire à ce jeûne Dès que le soleil se couche les musulmans arrêtent de jeûner et se retrouvent en famille pour manger le f'tour Mais si les musulmans ne doivent pas manger ni boire pendant la journée ils ne doivent pas non plus fumer Ils doivent aussi pratiquer le monde en versant de l'argent à la mosquée ou à une personne dans le besoin dans les musulmans خلال شهر رمضان يجب على جميع المسلمين الصيام من شروق الشمس إلى غروب ها من سن البلوغ إنها طريقة للمؤمنين ليتفوقوا على أنفسهم ليفهموا أن الحياة ليست سهلة فقط الضعفاء أو كبار السل الذين يعانون من أمراض معينة والحوامل يمكنهم تجنب الصيام ويكون الصيام على الشهوات وكذلك منع الأكل طيلة اليوم والصوم يكون على تجنب الفواحش والآثام وكل الشهوات ليتنظف جسمنا وروحنا وكذلك لكي نستطيع مواصلة العيش بشكل سليم تعودنا عليه خلال هذا الشهر الفضيل طيلة السنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تغرب الشمس يتوقف المسلمين عن الصيام ويجتمعون مع أسرهم لتناول الفطور لكن بينما لا ينبغي للمسلمين أن يأكلوا أو يشربوا أثناء النهار يجب أن لا يدخنوا أيضا وعليهم أن يعطوا الصدقات ويقوموا بأعمال كثيرا من البر والإحسان وصلة الرحم وزيرات الأهل والأحباب وإعطاء الزكاة المال والتصدق بالمال للمساجد ولمن يحتاج وكذلك التصدق بالأكل لما لا لكل محتاج خلال هذا الشهر الفضيل الذي يعرف بالتضامن والإخاء والمساعدة ديوغامدون عيد الفطر إحسفال كبير يصادف نهاية شهر رمضان حيث يجتمع أفراد الأسر حول مائدة الغداء والفطور بكل ما تشتهي من الأطباق الشهية وتبادل الهدايا بين الأصحاب والإخوان والأقارب وحقيقة هو يقع في أول شهر الموالي لشهر رمضان وهو شهر شوال الهجن Le but du رمضان est de se priver des choses matérielles pour mieux se tourner vers le sens spirituel de l'existence شهر رمضان المبارك هو فرصة جديدة يمنحها الله سبحانه وتعالى للناس كل عام ليعودوا لرشدهم ويخرجوا حب الدنيا من قلوبهم ويبدلوا سيئاتهم حسنات ويسارعوا للتقرب من الله للفوز بالجنة والعتق من النار اشتركوا في القناة